السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا كنا عملنا فيديو قبل كده عن الحية القرعاء السرستيس فيبرا وكلمنا عنها وقلنا الفرق بينها وبين الحية المقرنة بدون كورون اللي هي السرستيس السرستيس ولكن الحية طبعا كانت الحية حجمها صغير ففي ناس كتير ظنت ان النوعين هم نفس النوع ولكن طبعا عشان فرق الحجم من الحية القرعاء حجمها صغير والحية اللي هي المقرنة بدون كورون حجمها كبير ففي ناس كتير ظنت انه هو نفس النوع ولكن اختلاف الحجم فعشان كده النهاردة حبيت ان اعمل نفس التجربة بشكل تاني ولكن على حية كبيرة او اكتر من حية كبيرة من نوع السرستس فيبر اللي هي الحية القرعاء ونقارنها بالنوع اللي هو السرستس سرستس بدون قرون وبقرون نفس الحجم والحجم المتقارب من بعضه عشان نقدر نعرف الفرق بين الاتنين لان طبعا فيه فرق كبير بين الحية القرعاء السرستس فيبر والحية المقرنة والمقرنة بدون قرون اللي هي السرستس سرستس فتعالوا بينا نتعرف على أهم الفرقات بين النعين ونعرف أهم الفرقات في الشكل وأهم الفرقات في التشريح الجسدي وحتى في طبيعة الحياة بتاعتهم تعالوا بينا نتعرف عليه زي ما حضرتكم شايفين هنا طبعا الحياة القراءة السراستيس بايبرا من الحياة النشيطة جدا من الحياة اللي مزاجها عصبي جدا من الحياة طبعا السامة عندنا في مصر رغم ان هي بتعد في المرحلة الاخيرة بالنسبة للتسع انواع السمين من حيث الخطورة لان احنا عندنا الحية الغريبة السودة او الغريبة الحمراء او حتى الطريشة او الكبرى او الصل كل الانواع دي تسمها بيعد اخطر من سم الحية القرعاء السرستس بايبرا ولكن ده طبعا ما يمنعش ان هي تمتلك سم قاتل ان لم يعالج يعني لقدر الله اذا اي شخص تم لدغه من اي حية سمة لازم ملابد من التوجه للمستشفى واخذ المصل تفادية لأي اعراض او لأي اثار جانبية او حتى للوفاة لقدر الله طبعا زي ما حضراتكم شايفين هنا الحركة بتاعتها طبعا فيه توجس شديد واللسان طبعا بيستخدم للتحسس لأي شيء قدامها ودي من اهم الحاجات ومن اهم اجهزة الاستشعار اللي بتستخدمها جميع انواع الزواحف مش بس الحيات او التعبير لا جميع الزواحف بتستخدم اللي سان بتاعها لاستشعار المكان لاستشعار فريسة لاستشعار اي شيء قريب منها وعندنا طبعا الحية القرعاء السرستس فيبرا من الحيات اللي يعني اقصى طول لها مسجل علميا من 43 الى 45 سنتي ولكن الحية المقرنة والحية المقرنة بدون قرون السرستس سرستس او ما تسمى عندنا بالطريشة او ما يسمى في بعض الدول العربية بام مجنيب طبعا ممكن تصل حتى 90 الى 95 سنتي ولكن الحية القرعاء السرستس فيبرا اقصى طول لها مسجل علميا 45 سنتي وعندنا طبعا الحية القرعاء من الانواع اللي بتلد ولا تبيض ان احنا عندنا قلنا قبل كده ان عندنا نوع في مصر غير سام من الانواع الموجودة عندنا من التعبين اللي هو السندبوة هي الوحيدة من الانواع الغير سامة اللي بتلد عندنا في مصر وطبعا النوع التاني اللي بيلد من الانواع السامة الحية القرعاء السرستس فيبرا النوعين دولا في مصر فقط هما اللي بيلدوا ولا يبيضوا وطبعاً بيكون الولادة على هيئة حمل للبيض داخل الجسد ولكن التحضين بدل ما بيحدث خارج الجسد بيحدث داخل الجسد لحين اكتمال فترة التحضين وبتنزل على هيئة ولادة زي فئة البوات وزي الاناكندة وزي فئة باقي التعبين اللي بتلد ولا طبيب وطبعاً احنا كنا عرضنا الحركة دي قبل كده للحية القرعاء ودي من اهم الحاجات ومن اهم سبل الوقاية اللي بتستخدمها من المفترسات ومن اهم سبل الدفاع عن نفسها ومن اهم السبل اللي بتستخدمها طبعاً في الصيد لان هي ممكن تدفل نفسها بالكامل واحياناً بتخرج جزء بسيط من ديلها بحيث ان يكون جازب رئيسي للمفترسات سواء برص او سحلية او قارد صغير بتبعاً طبعاً مخرجة جزء من الديل وجزء من الرأس قريب من الديل بحيث لما ييجي اي شيء ممكن تفترسه يقرب منها بيكون سهل جداً ان هي تقضي عليه وسهل جداً ان هي تقدر توفر غذائها طبعاً من اهم الحاجات اللي بتفرق الحية القرعاء السراستس بايبرا عن الحية المقرنة او المقرنة بدون كورون ان بنسبة 99% الحية القرعاء بتدفل نفسها بالكامل ولكن الحية المقرنة والمقرنة بدون كورون احياناً بتدفل نفسها بالكامل ولكن الغالبية العظمى ان هي بتترك الرأس خارج الرمو ومن الحاجات طبعا المهمة جدا اللي بتميز الزكر عن الانسة في الحية القرعاء سراستس فيبرا هو شكل الديل نحن عندنا هنا على اليسار حية قرعاء زكر شكل الديل بيبقى بنفس شكل الجسد اللي هو اللون الاصفر او اللون الرملي حتى نهاية الجسد وبالنسبة للانسة اللي موجودة معنا على اليمين اللي هو نهاية الديل بتاعها اسود بالكامل دي بتكون مميزة جدا للانسة طبعا زي ما حضرتكم شايفين هنا الشكل الخارجي بالنسبة للحية القرعاء السراستس فيبرا والحية المقرنة والمقرنة بدون كورونا السراستس سراستس طبعا عندنا هنا حيتين على اليسار سراستس فيبرا اللي هي الحية القرعاء والاتنين اللي عليمين واحدة حية مكرنة واحدة حية مكرنة بدون كرون الاتنين طبعا من نفس جنس السراست السراستس ولكن هو اختلاف الكرون فقط لا غير طبعا حتى من الشكل الخارجي في اختلاف درجات اللون في اختلاف في النقاشات في اختلاف حتى في شكل حراش في الجسد في اختلاف في شكل الرأس حتى من الاعلى بعيدا عن الشكل من قريب الشكل الخارجي في اختلاف كبير جدا ولكن طبعا معظم الحاجات دي ما تظهرش إلا لما بيكونوا الاتنين قريبين من بعض طبعا الاماكن المنتشر فيها الحية القراءة نفس الاماكن المنتشر فيها الحية المكرنة بدون كرون مع فرق ان الحية المكرنة بدون كرون انتشارها أوسع شايفين حضراتكم هنا بقى الاتنين جنب بعض واضح جدا الفرق بين الاتنين معنا هنا على اليمين الحية القراءة السراستس فيبرا ومعنا على اليسار الحية المكرنة بدون كرون السراستس سراستس طبعا من اهم الحاجات اللي بتفرق بين الاتنين ان شكل العين في الحية القراءة السراستس فيبرا بيكون متجه لاعلى قليلا عن الحية المكرنة او المكرنة بدون كرون السراستس سراستس مع ان بنسبة 90% من الحية المكرنة او المكرنة بدون كرون بيكون في خلف العين عندها خطين سود زي ما حضراتكم شايفين كده ده غير ان المسافة اللي بين العين اليمين والعين اليسار بالنسبة للحية المقرنة او المقرنة بدون كورون واضح ان فيها بروز واضح جدا هنا ما حضراتكم مش موجود في الحية القرعاء سراستس فيبر يعني الحية القرعاء شكل الرأس كله يعني متصل ببعضه بدون اي بروز بالنسبة للحية المقرنة او المقرنة بدون كورون في بروز واضح جدا وهنا ده طبعا شكل الحية المقرنة وبنفس الخطين اللي احنا كنا تكلمنا عنهم برضو الخلف العين مش موجودين في الحية القرعاء سراستس فيبر ولكن موجودين في الحية المقرنة سراستس سراستس طبعا حتى شكل الرأس من الخارج فيه اختلاف شايفين حضراتكم هنا المشهد من اعلى فيه اختلاف حتى فيه اختلاف في اتجاه العين واضح جدا من الحاجات المهمة جدا برضو اللي بتفرق الحية القرعاء السراستس فيبر عن الحية المقرنة او المقرنة بدون كورون السراستس سراستس هو لون العين من الداخل عندنا الحية القرعاء السراستس فيبر لون العين من الداخل اصفر سادة بدون اي نقشات بدون اي رسومات داخل العين بدون اي شيء تحس انه هو مثلا معكر العين او فيه نقشة في العين مختلفة عكس طبعا الحية المقرنة السراستس سراستس ان داخل العين بتحس ان العين فيها نقشات ان لون العين من الداخل متغير لون العين من الداخل مش سادة هنقرب الكاميرا على العين ونشوف مع بعض الفرق بين عين الحية القرعاء والحية المقرنة بدون كورون شايفين حضراتكم هنا واضح جدا هنا طبعا دي من اهم الحاجات اللي بتميز الحية القرعاء وهو لون العين من الداخل لون العين من الداخل بدون اي نقشات او اي رسومات موجودة في الداخل وهنا طبعا العين التانية للحية المقرنة بدون كورون السراستس سراستس واضح طبعا جدا الالوان المتدخلة الموجودة داخل العين شايفين حضراتكم هنا طبعا الحاجة التانية المهمة ان الحراشف بتاعة الرأس واضحة جدا بالنسبة للحية القرعاء السراستس فيبرا واضح جدا ظهورها عكس هنا الحية المقرنة او المقرنة بدون كورون ان حراشف الرأس من الاعلى بتكون متدخلة في بعضها ومش واضحة بشكل تخليك تقدر تعد الحراشف بتاعتها او تقدر ان انت تشوف عدد الحراشف او اتجاه الحراشف بالنسبة للمسافة اللي هي فوق الرأس طبعا احنا كانت التجربة دي احنا كنا عملناها قبل كده برضو عشان نشوف الوضع بين حيتين مختلفين حية طبعا السراستس فيبرا اللي هي على اليمين حية القرعاء والسراستس السراستس اللي هي الحية المقرنة او المقرنة بدون كورون اللي على اليسار ونشوف المواجهة بين الاتنين هل هيبقى فيه عداء بينهم هل ان الاتنين هتصرفوا بشكل طبيعي ولا هيبقى فيه خوف من اه اتجاه مسلا اي نوع منهم ولكن طبعا الملاحظة اللي لاحظتها ان الحية القرعاء اللي هي السراستس فيبرا اه بتحس ان هي عدوانية اكتر اه بتدفع عن نفسها اكتر لان كمان الحية القرعاء فيها سلوك اه زي اللي موجود بالزبط في الحية الغريبة السوداء والحية الغريبة الحامرة وهو سلوك البرن ان لما تكون ممسوكة في الايد بتحاول انها تبرم نفسها عشان تقدر تفلت منك او تقدر انها تلدغك او تقدر انها تهرب ولكن الترشة اللي هي الحية المقرنة او المقرنة بدون كورون نادرا جدا لما بتعمل عملية البرن اللي بتعملها الحية القرعاء او الحية الغريبة شايفين حضرتكم هنا طبعا السلوك ده طبعا عادي جدا في الحية القرعاء السراستس فيبرا ان هي بتكشر عن انيابها وبتحاول ان هي اه تدافع عن نفسها وبتحاول ان هي توصل رسالة للخصم ان هي مستعدة ان هي تلدغ ومستعدة ان هي تدافع عن نفسها فده طبعا سلوك طبيعي جدا منها وصلوك طبيعي جدا بالنسبة للحيات طبعا كلها ومن اهم الحاجات طبعا اللي بتميز الحية القرعاء السراستس فيبرا عن الحية المقرنة او المقرنة بدون كورون هو حجم او مسافة الديل لان احنا عندنا الحية القرعاء زيما حضرتكم شايفين مسافة الديل قصيرة جدا من بعد نهاية فتحة الاخراج الى نهاية الديل جدا عكس طبعا هنا الحية المقرنة السراست consequence مسافة الديل تقريبا بتكون ضعف مسافة الديل في الحية القرعاء طبعا أنا أتمنى أن أكون اختصرت في الكلام وأتمنى أن أكون قدمت شيء مفيد وأتمنى دعواتكم معايا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته